اشتركوا في القناة قبل أن نتكلم عن هذه الأحكام سنقوم بالتفرقة بين النون الساكنة والتنوين ابتداء بنون الساكنة هي نون خالية من الحركة أي لا حركة عليها لا بالفتح ولا بالضم ولا بالكسر والسكون ثابت فيها خطاً ولفظاً ووصلاً ووقفاً أي عند الوقف يبقى السكون ثابت وعندما نصل الحرف النون الساكنة بما بعدها أيضاً يثبت السكون أو تثبت النون وعندما نلفظها يثبت النون وعندما تكتب تكتب النون وتوجد النون الساكنة طبعاً النون الساكنة توجد في الأسماء كأن نقول منذر وتوجد في الأفعال مثل كلمة ينقلب وتوجد في الحروف مثل كلمة عن ومن أيضاً توجد في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أيضاً بالنسبة للنون الساكنة توجد في وسط الكلام وتوجد في آخر الكلام هذا بالنسبة للنون الساكنة لو أردنا أن نعقد مقارنة بينها وبين التنوين سنلاحظ أن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة لكنها زائدة أي ليست موجودة في بنية الكلمة فمثلاً عندما نقول مغفرة كلمة مغفرة لا يكتب في آخرها حرف النون ولكنها طلف بالنسبة للتنوين لا يكون إلا في الأسماء لكنه لا يكون في الأفعال ولا يكون في الحروف بالنسبة للتنوين لا يكون متوسطاً كمن نون الساكن وإنما لا يوجد إلا في آخر الكلمة أي متطرفاً يثبت التنوين في اللفظ عندما نلفظ التنوين نلفظ النون الساكنة فهي تثبت لفظاً وعند الوصل مغفرة ورحمة النون تلفظ عند الوصل لكنها تسقط في الخط أي عندما تكتب لا نراها النون وعندما نقف فنقول مغفرة بغض النظر عن النون أي لا نلفظ النون هذه المقارنة البسيطة بين أحكام النون الساكنة والتنوين إذن تعريف النون الساكنة هي نون خالية من الحركة السكونة ثابت خطاً ولفظاً ووصلاً ووقفاً أما التنوين هو عبارة عن نون زائدة عن بنية الكلمة ولا يكون إلا في الأسماء ولا يوجد في الأفعال ولا في الحروف ولا يكون إلا متطرفاً يثبت لفظاً ووصلاً لا خطاً ووقفاً هذه يعني مقدمة بسيطة عن النون الساكنة أو تفرقة بسيطة عن النون الساكنة والتنوين لندخل بعد ذلك في الأحكام الأربع الخاصة بأحكام النون الساكنة والتنوين وهي الإظهار الحلقي الإضغام بشقيه إضغام بغنة وإضغام بغنة والإخفاء والإقلاب قبل أن أبدأ في هذه الأحكام أريد أن أضع قاعدة أو أنظر لقاعدة هذه القاعدة تتحدث عن إذا أراد أي إنسان أن يستخرج حكماً من الأحكام أول شرط يجب أن يكون هناك نون في الكلمة أو في الكلمة التي أمامنا نون ساكنة أي طبعاً في كتابة المصعف ممكن أن نرى السكون فوق الكلمة وتكتب على شكل دال صغيرة أو قد لا نراها أصلاً يعني هذه حسب الأحكام لكن بالمجمل من أراد أن يستخرج أي حكوم من الأحكام أولاً يجب أن يكون في الكلمة إما نون ساكنة أو تنوين الأمر الثاني يجب أن ننظر إلى ما بعد الكلمة إلى ما بعد الكلمة وليس إلى ما قبلها الأصل أن نضع مربع حتى نستطيع أن نحصر بالضبط أين مكان الحكوم الآن لو قلنا منذرين عندي نون ساكنة وبعدها حرف الذال ينقلب نون ساكنة وبعدها حرف القاف كلمة مثلاً قوم هاد قوم هناك تنوين بعد التنوين عندنا حرف إلهاء شيء عليم تنوين بعده حرف العين عليم خبير التنوين في آخر الكلمة وبعده حرف الخاء هنا باختصار شديد لو أردنا أن نستخرج الحكم يجب أن نعرف أين موضع الحكم ويوضع عليها مستطيل أو مربع حتى نستطيع هذه الخطوة الأولى إذن الخطوة الأولى نريد أن نرى التنوين أو نون ساكنة لكي نقرر أن هناك في هذه الآية أو في هذه الكلمة حكم الأمر الثاني ننظر إلى ما بعد أول حرف بعد نون الساكنة أو التنوين الأمر الثالث يعني يستحب أو يفضل وضع مستطيل أو مربع بين التنوين أو يجمع بين التنوين أو النون الساكنة والحرف الذي بعدهم الطالب الذي يقوم بهذه الخطوات اللي هي تحديد النون الساكنة والحرف الذي بعدها بوضع مستطيل أو خط أو مربع أي تحديد موضوع الحكم ممكن جداً ولو لم يعرف الحكم ممكن جداً أن يحصل على نصف العلامة نصف العلامة كونه استطاع أن يعرف أن هناك حكم هذه مقدمة بسيطة لكي نستطيع بعد ذلك أو هذه تأسيس بسيط لكي نستطيع أن نبني ما بعده الآن بالنسبة للإظهار الحلقي وهو الحكم الأول من أحكام نون الساكنة والتنوين كلمة إظهار في اللغة بمعنى البيان والوضوح واضحة استلاحا هي إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة ظاهرة إذن نحن اتفقنا في البداية أنه عندي نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف الآن تحديد الحرف الذي يلي النون الساكنة أو يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين هو الذي يحدد الحكم ما هو الحرف الذي بعده؟ إذن عندنا في الإظهار قال إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة ظاهرة إذن عند نون ساكنة أو تنوين وبعده حرف من حروف الإظهار إذن هذا ينقلنا لسؤال ما هي حرف الإظهار؟ حرف الإظهار همزها عين حاء غين خاء وللتسسيل وتسسيل الحفظ الهمزة أو الحرف فيها هاء العين والحاء أخوات والغين والخاء العين والحاء والغين والخاء العين والغين إخوة والحاء والخاء إخوة إذن العين والحاء بدون نقاط الغين والخاء بنقاط ممكن نتذكر بهذه الصورة عين حاء غين خاء همزة هاء عين حاء غين الخاء إذن لو شاء عندي نون ساكن أو تنوين وبعدها همزة أو بعدها هاء أو بعدها عين أو بعدها هاء أو بعدها غين أو بعدها خاء نستطيع أن نحكم ونقول بأن هنا الحكم إظهار طيب لماذا سمي هنا الحكم إظهار؟ من التعريف إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة يعني هنا نحن ننطق النون الساكن أو التنوين كما هو تماما ثم ننطق الحرف الذي بعده مظهرا وليس فيه غنة يعني كما ينطق عند أي إنسان لم يتعلم أي حكم من الأحكام كأن نقول أن أعبد الله أن نون ساكنة ننظر إلى الحرف الذي بعدها ألف أو همزة لو أردنا أن نضع خطا نضع خط تحت النون الساكنة والهمزة الهمزة الآن حسب ما قبل قليل تحدثنا قلنا هي من حروف الإظهار الإظهار الحلقي همزة هي عين غين خاء إذن نستطيع أن نحكم بأن الحكم هنا إظهار حلقي أفمن هو قائم أنا الليلي أفمن هو عند نون ساكنة بعدها حرف إلهاء نستطيع أن نقول أن هنا الحكم إظهار من غل نون ساكنة وبعدها غين من علم نون ساكنة وبعدها عين شيء عليم تنوين وبعدها عين حكيم حميد تنوين وبعدها حاء إذن باختصار شديد النون الساكنة وبعدها أي حرف من أحرف الإظهار الحلقي همزة هي أو عين حاء أو غين الخاء نستطيع أن نحكم أن هناك إظهارا حلقي لو سلنا لماذا سمي الإظهار الحلقي بهذا الاسم طبعا لأن الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وهي حروف الإظهار تخرج من مخرج الحلق مراتب الإظهار الحلقي ثلاثة كما الترتيب الذي نذكره الآن همزة هي من أقصى الحلق عين حاء من وسط الحلق غين خاء من أدنى الحلق طبعا لو أردنا أن نتعرف كيف شكل أو كيف نستطيع أن نميز حكم الإظهار الحلقي في المصحف طبعا بالنسبة لعلمة الإظهار الحلقي في ضبط المصحف هي إثبات السكون فوق النون الساكنة يعني بإمكاننا أن نرى فوق قنون الساكنة سكون لكن هذا السكون ليس كما تعودنا أن نرسمه كدائرة صغيرة وإنما على شكل حرف الدال صغير وفيما لو جاء عندنا تنوين فاتح أو ضم أو كثر عادة يكتب في المصحف يعني أعلمت التنوين في المصحف التنوين يكون فيها يكتب مركبا ويكون رسم الضم مثلا في تنوين الضم رسم الضم الثاني عكس الأولى هذا بالنسبة لحكم الإظهار نأتي الآن إلى حكم الإضغام طبعا الإضغام عندما نضغم شيء في شيء بمعنى أي ندخل شيء في شيء فهو بمعنى الإدخال أو الدمج استلاحا الإضغام إذن في البداية نريد أن نركز على أمر نحن نتعامل مع حرف ساكن ثابت لا يتغير وهو نون الساكن أو التنوين لا خلافة فيها الآن حديثنا عن أمر الذي يخص ما بعد حرف نون الساكن أو التنوين وهو الذي عليه مدار الحكم أو بالضبط ما هو الحكم الآن ننتقل إلى في حكم الإضغام عندما نتكلم عن الإضغام بمعنى الإدخال بندخل الحرف الساكن في الحرف المتحرك الاثنين الحرف الساكن اللي هو النون عندما يدخل في الحرف المتحرك ما الذي سيظهر؟ ما الذي سينطق الحرف الثاني وليس الحرف الأول؟ ما هو الحرف الثاني؟ حرف الإضغام بمعنى الآن أنا للتوضيح أكثر الآن ما هي حرف الإضغام؟ حرف الإضغام مجموعة في كلمة يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون بمعنى الآن لو عندنا نون ساكن أو تنوين وجاء بعدها حرف الياء مباشرة يحكم على أن الحكم إضغام نون ساكن أو تنوين وبعدها حرف الراء إضغام نون ساكن أو تنوين وبعدها حرف الواو حرف اللام حرف النون يحكم عليها بأنها إضغام أنا دائماً ما أشبه الإضغام بالضبط كحركة اليد اليد في جسم الإنسان ثابتة القميص الذي يرتديه الإنسان متغير متحرك اليوم أحمر وغدا أزرق وبعده أبيض أو أسود الآن عندما نقوم بإدخال الحرف الساكن أو اليد الساكن التي لا تتغير بالشيء المتحرك المتغير ما الذي يظهر من يدي الذي يظهر تحديدا هو لون القميص إذن عندما ندخل الحرف الساكن في الحرف المتحرك الأصل ألا ينطق الحرف الساكن والذي يظهر أو الذي ينطق أو الذي يعني نقوم بالتركيز عليه هو الحرف الثاني وهو حرف الإضغام يشترط في حرف الإضغام هذا شرط لابد منه أن يكون النون الساكنة النون الساكنة وحرف الإضغام في كلمتين بمعنى لا يصح بتاتا حتى لو جاء حرف من حروف الإضغام اللي هو اليا أو الرا أو الميم أو اللام أو الواو أو النون لو جاء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة مش هنقول التنوين لأن التنوين لا يكون إلا في كلمتين في كلمة واحدة ككلمة بنيان دنيا قنوان صنوان هذه الكلمات الأربعة ولا يوجد غيرها في المصحف وهي مستثناء عن قاعدة الإضغام لا يمكن أن نحكم عليها بالإضغام لماذا؟ لأن شرط الإضغام أن يكون النون الساكنة أو التنوين وحرف الإضغام في كلمتين وليس في كلمة واحدة طيب عندما يأتي النون الساكنة أو عندما تأتي النون الساكنة وحرف من حرف الإضغام في كلمة واحدة ككدنيا أو بنيان أو قنوان أو صنوان ماذا نقول أو ماذا يطلق على الحكم يطلق عليه إظهار مطلق وعادة ما يأتي هذا في أسئلة كثيرة في الأحكام ما حكم يعني إذا جاءت نون ساكنة وبعدها حرف الياء الحكم إضغام الإجابة صحيحة ومخاطئة طبعا الإجابة خاطئة لأنه يشترط في الإضغام أن يكون في كلمتين ولا يصح أن يكون في كلمة واحدة طبعا هذه قاعدة خاصة بالإضغام إذن شرط الإضغام أن يكون في كلمتين وليس في كلمة واحدة إذن تعريف الإضغام وبدأ ندخل الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني الآن لو أردنا أن نضرب أمثلة فمن يعمل الآن حرف النون لم يظهر لا صفة ولا مخرجا كأنه اختفى فمي 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 يعمل اختفى صفة ومخرجا لكن في المقابل وضعنا بعد بعد أن أدمجنا حرف النون في حرف الياء أردنا أن نعوض عليه بالشدة فقلنا فمي فمي يعمل من نعمة النون نون الساكنة ثم نون كلمة يرملون هنا النون التي نلفظها هي النون الثاني وليس النون الأولى مع التعويض عن النون الأولى بالشدة من مال هي المفروض في النطق الأصلي من مال لكن عندما ندمج كالنون الساكنة في حرف الإضغام نقول من وليس من مال من مال بالتعويض عن حرف النون الساكنة بشدة في الحرف الذي بعده طبعا الإضغام نوعان إضغام بغنة وإضغام بغير غنة الإضغام بغنة في كلمة ينمو إذن إذا جاءت نون ساكنة وتنون بعد حرف الياء أو النون أو الميم أو الواو ما استطيعا نقول إضغام بغنة كقولنا فمن يعمل فمن يعمل هناك غنة من نعمة غنة من مال غنة من ولد غنة لكن من لدنه لا يوجد غنة عربهم لا يوجد غنة متاعا لكم لا يوجد غنة غفور الرحيم لا يوجد غنة بهذا اكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته